نروح إلى زيارة الثالثة كلام ماذا جاء أجيب لكم الآن وجاء في مقدمة الزيارة السابعة مايلي نقلا عن مصباح المتهجد للشيخ الطوسي نقلا عن كتاب المزار لابن قولويه عن الصادق قبل أنه قال إن أبي حدثني عن آبائه عن رسول الله أنه قال إن ابني هذا الحسين يقتل بعدي على شاطئ الفرات يقتل ومن اغتسل من الفرات تساقطت خطاياه كهيئة يوم ولدته أمه بس يقتل بمئي الفرات هذا يطلع كل طاهر مطهر إذا لم يمقطع تركيا قاعد قتع علينا شو نسوي ون نغتسل ون نروح وأما ما جاء في نفس الزيارة فهو بعد السلام سلام عليك يا أبا عبد الله سلام عليك كذا ولعني قتلت الحسين أيضا نشوف التالي أشهد أنك الإمام البر التقي النقي الرضي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوضقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقعي سترجعون للدنيا مرة ثانية وهذه الفقرة تتضمن نظرية الإمامة ونظرية الرجعة التي قال بها بعض الشيعة الكدماء ويمكن بعض الشيعة اليوم بالحوزة ويمكن يقولون بها أيضا وكما يلاحظ فإن الشيخ عباس القمي لا يذكر سند الرواية من ابنك ولوهي إلى الصادق ولسنا نعرف فيما إذا كان ابنك ولوهي كذكر السند أم لا وما هو وفيما إذا كان صحيحا عند الشيعة أم لا وحتى لو افترضنا هذا الكلام وارد عن الصادق نفترض والصادق رواه عن أبيه مثلا طيب ما هو يكبر نفسه يعني يصير الباكرهم يكبر نفسه أنه هذا يزورنا أي شكل الفضل وثواب زين هو الباكر والصادق شلون ربطوا نفسهم به الحسين الحسين لم يتحدث عنهما ولم يتحدث عن ابني زين عبدين حتى ولم يوصي إليه ولا يوجد أي ربط بين زين عبدين وبين الحسين فالأمة اللي جاين بعدك شلون؟ وأشهد أن الأمة من ولدك كلمة التقوى من وين صاروا بهالدرجة العالية اللي صاروا حجة على أهل الدنيا هاي نظرية الإمامة نفسي نظرية مختلقة في القرن الثاني الهجري ما كان أحد يعرفها ولا أحد راويها ولا الأمة لا إمام علي قائلها ولا الحسن ولا الحسين فهذه النظرية مطلعت وحاول تخلق روح يزور الحسين بس أربط هالأمة بالحسين بدون أي دليل بدون أي إثبات وبالتالي نكون لنا فرصورة عن أئمة أهل البيت هم حجة الله على أهل الدنيا مو بس على الشيعة أو أهل المسلمين لا على كل أهل الدنيا خلنا نروح إلى زيارة رابعة وجاء في مقدمة زيارة النصف من شعبان أيضا في المناسبة خبرناكم سابقا أنه كل يوم في زيارة وكل مناسبة وكل شهر وكل أسبوع وكل ساعة وكل هذا وجاء في مقدمة زيارة النصف من شعبان ما يلي ناكلنا علي الماما صادق أيضا من أحب أن يصافحه مائة ألف نبي وأربعة وعشرون ألف نبي يصافحوه فليزر قبر أبي عبد الله الحسين ابن علي في النصف من شعبان هذا القدل أبعظين شلون خيال حقيقة خيال واسع جدا فإن أرواح النبيين صلى الله عليه عليهم يستأذنون الله في زيارته زيارة تماما حسين أنبياء كل مجيون يزوروه فأنت من تروح الزهور دون كل مصافين يصف ويصافحوك فيؤذن لهم فطوبى لمن صافح هؤلاء وصافحوه ومن خمسة وللعزم من الرسل هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد أيضا وواكفين صف ليستقبلوك إذا أنت رحزرت الإمام الحسين يوم النصف من شعبان وكذلك ورد عن الإمام التقي في زيارة ليالي القدر أن من زار الحسين ليلة 23 ليلة القدر صافحوا وروحوا 24 ألف نبي نفس الشيء كلهم يستعدلوا الله في زيارة الحسين في تلك الليلة فالتشتومة رحزر الحسين إذا الأنبياء كلهم مقلوبين هناك وجاعين ليزررون الحسين فصار فشيء حسين كأنه أعظم من كل الأنبياء الأنبياء كلهم جاعين ليزررون الحسين وسقطت في هذه الرواية مئة ألف يقول روح 24 ألف نبي يبيه 124 ألف نبي بس مذاكر المية هنا واقع من عنده يمكن خطأ مطبعي الله أعلم ورواء بن قولويه عن الصادق إن من زار قبر الحسين بن علي في شهر رمضان ومات في الطريق صار حادث سيارة مثلا فيه لم يعرض ولم يحاسب هذا قبل الجنة يروح وقيل له أدخل الجنة آمنة شكرا لون تسجيع أعلام هذا أعلام لتكوين حزب تكوين تيار تكوين طائفة ما أنزل الله بها من سلطان ويروي القمي شهر عباس القمي عن الصادق أنه قال من زار الحسين بن علي ليلة النصفي من شعبان وليلة الفطر وليلة عرفة ها كل زيارات ناس بالملايين نحن نزلون فيها في سنة واحد إذا زارت الزيارات ذني كتب الله له ألف حجة حجة مبرورة وألف أمرة متقبلة وقضيت له ألف حاجة من حوائج الدنيا والآخرة بعد ما يحتاج تروح تسعى وتشتغل وتفكر وتعمل حتى تقضي حوائجك وتعالج نفسك ذاك مريض لا الله يقضي لك حوائجك بسرعة هاي تسجيع الناس وهذا ما لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حول أي عمل صالح آخر أنه يجش ثواب به ويوجد في زيارة العيد ما يلي يا مولاي أنا موالن لوليكم ومعادن لعدوكم وأنا بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع يا مولاي أتيتك خائفا فآمني وأتيتك مستجيرا فأجرني وأتيتك فقيرا فأغنني زيان ورح الله سبحانه وتعالى وهذه فقرة لم ترد في الزيارات الأخرى مضافة أكثر وتتضمن نوع من التوسل والدعاء والاستغاثة المباشرة بالإمام الحسين بما يخالف عقيدة التوحيد والدعاء إلى الله تعالى ويشابه ذلك ما يرويه الشيخ أباس القمي في كتابه الآخر الملحك بمفاتيح الجنان اللي أطلق عليه الباقيات الصالحات تحت علوان صلاة صلاة خاصة بالاستغاثة بفاطمة الزهراء فيقول إذا كانت لك حاجة إلى الله تعالى وضاك صدرك منها فصلي ركعتين فإذا سلمت كبر ثلاثا وسبح بتسبيح فاطمة سلام الله عليها ثم اسجد وقل مئة مرة يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني ثم ضع خدك الأيمن على الأرض وقلها مئة مرة ثم ضع خدك الأيسر وقلها مئة مرة ثم عد إلى السجود وقلها مئة وعشر مرات واذكر حاجتك فإن الله تعالى يقضيها إن شاء الله بعد ما يحتاج يسوي أي شيء وأي تسحى أي شيء حتى لو تفوز بالانتخابات تم سوها إن شاء الله ستفوز بالانتخابات ومن الواضح انحراف هذا الدعاء البدعي الموضوع الذي يتضمن الاستغاثة بالسيدة الزهراء عليه السلام وتناقضه مع عقيدة التوحيد أنت عندك مشكلة توجه لأله سبحانه وتعالى ما يحتاج ترح تسلفت من الزهراء وشلون تقضي لك وفترض مليون واحد دعون بالدعاء شلون تلحق لهم تقضي حواجوم عقيدة التوحيد تقضي إخلاص الدعاء لله تعالى والاستغاثة به ولكن هذا دعاء ما الذي فيه ناس مشركين حتى ويقدم القمي ادعاء بدعيا آخر ينطوي على الخلط بين دعاء الخالق ودعاء المخلوقين وهو الاستغاثة بالأئمة حيث يقول من أراد منكم أن يستغيث إلى الله عز وجل يستغيث بالله أول شيء يقول فليصلي ركعتين ثم يسجد ويقول يا محمد يا رسول الله يا علي يا سيدي المؤمنين والمؤمنات بكما استغذتوا إلى الله تعالى استغيث بالله مباشرة ليش ما نقول لك النبي تعالى استغيث بي يا محمد يا علي استغيث بكما يا غوثاه بالله وبمحمد وعلي وفاطمة وتسمي كل من الأئمة ثم تقول بكم أتوسل لله تعالى فإنهم يغيثوك لساعتك إن شاء الله تعالى وهذا أكبر كذبة في التاريخ لأن الأئمة الشياء صارت قد يدعون بهذا الدعاء ولا أحد استجاب لهم ولا أحد حال مشاكلهم إلا عندما قاموا سووا ثورات سووا مقاومة سووا حكومات وبدأوا يحلوهم مشاكلهم ولا تزال المشاكل متراكمة عليهم مشكلة الماء والكهرباء والصحة والتعليم والأمين وكل المشاكل الزراعة الصناعة إيه شون ذلك تحلوهم تحلوهم بالأدعية وبالطرق هذه وبالاستغاثة هذه ولا تحلوها بالعلم وبالعقل وبالعمل الله صحيح وتعالى ما يريد من أجكم يسؤال لذن ها كلها أشياء دخيلة بالدين فيجب أن نصفي تراث أهل البيت من هذه الأدعية والزيارات المزورة والموضوعة ونخلص التوحيد لله تعالى والمفروض كما قلت في بداية الحديث أن العلماء هم يبادرون وينقحون وينتقدون ويتكلمون الخطباء بدأ ما يسكتون ويصمتون والناس يقرون وما يعرفون شن القصة الناس جهلة ما يعرفون شي المفروض العلماء والواعين المثقفين يجب أن يوعدوا الناس مو يشوفون مصالحهم وزعامتهم اللي تروح إذا تكلموا رحوا ناس يسرون ضدهم يحكون عليهم رح ينتقدوهم خليوا ينتقدوهم أنت لشنو صعير مرجع لشنو صعير عالم وخطيب وزعيم حتى فقط تقبض فلوس من الناس أخمص وزكوات ولا تقول كلمة الحق وأنا أعرف كثير من العلماء ينتقدون الأشياء بس ما يجرؤون ليش لأنه يعدوا مصالح يفكرون مصالحهم قبل ما يفكرون بتنقية الدين ودعوة الناس إلى الله تعالى فلابد أن كل واحد يسمع الكلام يفكر فيه إذا آمن بيصدق بي يتكلم مع أهله مع أخوانه مع عاشيرته مع جماعته أصدقائي حتى إن شاء الله الله يهدينا وتقبل أعمالنا ووفقنا لطاعته ويحل مشاكلنا شوفوا إحنا غارقين بالمشاكل الآن وهذا الأدعية المزورة ما تفيدنا ما تنقذنا يجب أن نعمل ونسعى حتى الله يوفقنا في الدنيا والآخرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر